موسيقى هاي يا ازمان مرحباً مرحباً يا عسيان صويري بني داع اليوم الفيديو رح يكون اليوم جبت لكم فيديو تنصيقات ملابس المدرسة اليوم رح أورجيكم إيش ممكن ننصخ ملابس في زي المدرسة اللي أنا لابسها هلأ وإيش ممكن ألبس عالمدرسة وإيش ممكن ألبس عالمدرسة وأشياء ممكن نلبس عالمدرسة وأفكار يعني هيك بشكل عام أول إشي أنا بربس عالمدرسة هيك طائم جينز جاكت جينز على طنورة جينز طويلة الشالة لازم يكون لونه أبيض هيك الزي بشكل عام هلأ بأواف بأول شيكم ونبدأ على تنصيقات ملابس الشتاء بيكون الزي كامل طنورة جينز على جاكت جينز وشكل عام هيك وأول إشي رح يبدأ بالاسم الجاكت الخفيف ويلا نبدأ أول شي هو هذا الجاكت جاكت أسود مكتوب على يو اس بي اي وهذا بيكون أول جاكت وهي جاكت البستو أول أول شتاء لما بلد شتاء جديد لسه جو بيش كتير برد فالبستو من هاي خفيف كان وكان كتير منيح حبيت جاكت حتى بغطي لها تحت هان وطوله منيح وكتير حلوم فهلا كتير خفيف وهي أول جاكت وننتقل للجاكت التاني وهذا بيكون الجاكت التاني هاي بيكون لونهم رمادي خفيف مش أبيض رمادي خفيف برضو طويل هاي وبدفي هاده بدفي هو خفيف بس بدفي فمدرستنا بحس انو الأضيات حكولنا انو بس مكن نلبس لون كحلي ورمادي وأسود فأنا بحاول فأنا بيكون فاتح بجيب ألوان كيهة بجيب تقريبا ألوان كيهة وش كثير فاية على المدرسة يعني والجاكت التالت و هاي الجاكت جاكت الكحلي بس ليس ما لبستهم مش كلهم على المدرسة يعني فبحاور ألبس الواحد وواحد بس إذا تحلقت باشي واحد بجاكت واحد او هدي واحد بظلن ألبسه على المدرسة او بغيرهاش فهي المشكلة فجاكت التالت و جاكت كحلي برضو هيك نعم لا يوجد فيها ولا شيء عادي لغزية المدرسة جينز فالكحرة بيحسوا نابق على الجينز وهلأ ننتقل لقسم الهوديز وأكثر اسم بحبه حرفياً كثير كثير بلبس هوديز على المدرسة أكثر من جاكت فالجاكتها دولة ممكن ألبسهم أول شتة أو آخر شتة هيك بيكون آخر إشه لما يكون جو صار خفيف الهوديز يمكن أكثر أكثر بلبسهم فلما يكون جو كثير كثير برد بلبس هوديز فوقيهم جاكت فالهوديز يمكن أكثر أكثر الأشي بلبسه على المدرسة ونبدأ بأكثر اسم بحبه أول إشي هادي الهودي حرفياً بكثير بلبس هاي الهودي وكثير البسر هي أصوف خميل حتى إماشوك بحب أشياء زي هيك بحافة عن جات كثير بحب هاي الهودي وبحسو كثير لابق إلا زي المدرسة مش عافاني باكن لابسة هنا الأمي يستحد بعدين فوقي هاي جاكت وكن بوسط هيك الجو بشتة بلبس بس هودي هاي وعلي شنته بروحها المدرسة فممكن هاي أكثر إشي بلبسه على المدرسة فجد بحب ألبسه بحسو هاي كثير كيوت وحتى أخذ أكثر بحب الرسمة هاي على الورا هاي كثير بحسو كيوت وللطيفة على المدرسة وكمان بقدرش أسيب السكارف على المدرسة بشعب هالفترة كثير أسرت ألبس السكارف على المدرسة بحسو كثير يحل الزي حتى يعني نوهذا كله أسود بحسو كثير بحل الزي وحط بيدفي مش بس إنه حلو يعني لا بدفي جد هاي سكارف ممكن أكثر أكثر سكارف بستخدمها على المدرسة لونه بحسو ها موفو هيك وحلو يعني هيك بروحها المدرسة تقريبا وحدة نازلة ها بس يكون مش طويل عالآخر يكون هيك وساط وبرجة عالورا بحس هاي أكثر لبسة حلوة على المدرسة طيب وهاي تاني هودي برضو لون كحلي يعني موظم الألوان عندي يا أسود يا كحلي يا رمادي يعني هاي بيكون للهودي التاني هاي اللي سالول مرة ألبسها على المدرسة بس بفكر ألبسها بس بيجيش عبالي ألبسها بس برضو حلو هي أعاد أفكر أحط هاي السكارف ولا هاي السكارف بشافة إش اللابئ بالظبط بس عشان هاي اللونه غامئ فكرت أحط هاي فيها موفي غامئ شوي بس هاي كلها أسود بس هاي بس هاي بس هاي حسيتها كتير أسود كله صار أسود بش كتير حلو هاي حسيتها شوية ألطف من الابلو قبل كله أسود كان بس هاي ممكن شوية أحسن مش عرفة مريحة هاي عشان بطلع عملايا وآخر بلوزه هدي هي هاي وردو لونها كحلي وهي برضو كتير كنت بلبسها فهيك الهودي الثالثة برضو حسيتها كتير لطيفة وحلوة هاي بيكون شوية أصيرة لها نبيجي بس حسيتها برضو حلوة فبشيت ممكن ألبس هاي وفوقي كمان جاكت أروح المدسة أو إذا الجو منيح بلبس بس هاي وبرحها المدرسة وممكن أخذ كمان هاي السكارف برضو بحس هاي السكارف بلبق على كل الأواع اللي لابسها للمدرسة وهلأ خلصنا اسم الهوديز وآخر إشي ضاية لإسم الجاكتات الخميلة والجاكتات الخميلة بلبسهم أكتر أكتر إشي لما يكون الجو منخفض لما يحكوون لمنخفض بلبس هاي الجاكت الخميل يمكن يعني مش دائما بلبسهم بس لما يكون منخفض جامد اوه تعملت بصراحة عشان طلبت ألبسوها غير وألبسوها غير تعادي يعني أنا بصور الفيت ولا إلكو يعني فانبسط أنا بصور تمام أول جاكت هي هاي الجاكت وهاي جاكت كتير بحيفة برضو حتى اللونه كتير حلو بحسو فيمكن تحسوها هاي اللون الوحي كل اللي وجدتكم إياها أفتح لون الكلهم يا كحلي أسود درمادي غامق فهيك بس هاي أفتح لون عندي للمدرسة يعني بشكل عام فممكن ألبسها للطلعة برضو بس بحسها إنه للمدرسة يتلبسها على المدرسة بحس هاي أحلى لون بحبيش كتير أسكر للجاكت فأحس إنه شوية هيك غريب فيمكن ألبسها على المدرسة القدام أو خالص بكرة نحبسها هاي فهنا الصوف من جوا أبيض كتير كتير يدفي وهي جاكت الثاني الجاكت الخميل بس بصراحة شايفين حتى التاكل لسا ما رفعتهش عشان ولا مرر ألبسها على المدرسة بصراحة جد ما جيش عبالي كتير ألبسه على المدرسة إنه خميل كتير كتير خميل شوفوا حتى جوا كتير كتير شوبت وهيك تقريبا من كون خلصنا تنسيقات المدرسة وهلأ أخر إشي رح أورجيكم السكارفات اللي عندي اللي بلبسهم على المدرسة بصراحة مش كلهم بلبسهم على المدرسة بس رح أورجيكم إياه وممكن أنا أصقكم على الأكتر إشي اللي لابع على المدرسة فأول إشي هذا هاي هاي شوفتوا عنجاد كتير 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 أكتر إشي بحبه وتاني سكارف بيكون هو هذا اللونه غامق من الموبي من تحتك لونه غامق وهي برضو بلبسها على المدرسة هي برضو لونها كتير حلو وبرضو بيدفي هاي أخمل من الأول حتى هذا قماشا شوي أخمل من الأول فهذا عنجاد عنجاد بيدفي وثالث إشي هذا السكارف برضو بلبستها على المدرسة مرة مش كتير 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 لابق على كل الأواعي بس بحس برضو حلو وآخر إشي هو هذا آخر إشي هاي أسود بس ما بلبسه شي كتير يعني نادرا لأول مرة بلبستها على المدرسة شي كتير بس إنه برضو ما موجود عندي فيمكن رياضي أخده مش عفو الله هيا يا جماعة اليوم يكون عيد ميلاد ميست معتنا ميست الفيزياء فحبيني أعمل لها عيد ميلادك إشي صغير فحببنا أشياء فوديو أرجيكم وأصوركم الأسواء في المدرسة وأنا مستعجل عشون هلأ الفرصة وبناها عيد ميلاد الفرصة إشي صغير جبني لها كيك الهدية فمخضرين مع الميلادات وهي بدأ أحضر بسرعة ورجونا هاي هدية السكارف وهي هدية الثانية وهي شمع والكيك حطينا في الدلاجة وهلأ بنروح نجيبها خط حطوه هليني أحلا منطر الكير هكذا تلتاني هكذا تلتاني خطوه خطوه وين أحطها أحطيها أحطي شمع حتي واحدة والله واحدة حلوة واحدة واحدة أحنا واحدة أحنا خرص شوفوا حظنا يا الله خدرنا كل شيء والشمع لكن المستاد عليهم اجتماع فجأة فمستنى قاعدين من هيك لحظوا وممكن لكل فرقة نحن نسكت العديد نحن نسكت العديد نحن نسكت العديد نحن نسكت العديد فهنا المهمة هنمسكها هان هيك فضل هي بس وأنا وهانا هنمسك الكيك ندخل وهانا برده هتطفل هاي وهلأ يا جماعة جاءت على البيت وبدأ أحكي لكم شو اللي صار كله أول إشي أظن آخر مقطع صورته هو أنه الأنضيات راحوا على الاجتماع فمنستنى قاعدين وصار لخمة وصار إيش بعدين بعد ما خلص الاجتماع على طول رحنا على باب غرفة المعلمات وطغير ما خلص الفرصة كلهم كنا منستنى على باب غرفة المعلمات وبنت راحة تنادي المس مثل الفيزيوم وإحنا نكوننا مسكين الكيك ومنتفاجئها وهيك ونادينا المس وإجت على الباب وغنينا لها أول ما إجت هابي بارس دي وهيك يعني غنينا لها وكان لشوء كتير حلو بعدين طلع وإحنا منغني كل المدرسة تجمعت حرفياً عند جداً كانت كل المدرسة بنفس الوقت إحنا ما نتوقعناش هذه الأشي على أساس كنا مخططين إنه إشي صغير يعني كلها صغيرة كتير كانت كانت كل المدرسة حتى عشان كانت مخلصة الفرصة فكلهم كانوا طلعين من الصف فجمعوا يعني فوق على طبق الثاني كل المدرسة كانت نتجمع فوق وانتي كتير بها جاءت شدتنا الأنطي الحصة الأخيرة واتصورنا كل الصورة جماعية مع الصف وهيك كان الأشياء كتير حلو وصراحة مبسطت وحسيت أن الأنطي مبسطت فمهمة تمت بنجاح وبس هذا اللي صار وحابيت أحكي لكم أشرح لكم عشان عشان مع لخمة ما قدرتش أصور حتى يعني إنسات كانوا موجودين في بعض شاء طلع جوالي ممنوع جوال فانو أنا صورت هيك طرعا ما قدرتش أبدا أطلع جوالي فأوردت لما أرجع على البيت بأكمل هيك أحكي لكم أشرح لكم فاهم وكانت كتير اليوم حلو وتمام كله إشي وبس باي